مولودية العلمة كان السباق للهجوم في هذا اللقاء واستفاد من ركلة جزاء أعلنها الحكم إبراهيمي واحتجاج عناصر ترجم مستغنم على قرار الحكم مدني يتولى تنفيذ ركلة الجزاء يخفق ثم دلهوم يتمكن من توقيع الهدف الأول في المباراة فرحة عناصر العلمة لم تدوم طويلا فبعد دقيقتين عمران يستغل ارتباك في دفاع العلمة ويعدل النتيجة لصالح فرقه وكان ذلك في الدقيقة 23 من زمن المباراة الترجي لم يكتفي بذلك وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق المهاجم بالمرابط في الدقيقة 29 من زمن الشرط الأول آخر محاولة في المرحلة الأولى كان في صالح المحليين وبزاج كرته في أيدي بالعربي المرحلة الثانية الترجي يطرب بقوة وهدد مرمى بن خوجة ورأسية مادوني أخرجها الحارس بصعوبة لكن الزوار يحتجوا هنا كذلك على أساساً الكرة تخطط خط المرمى الإعادة ولأصحاب الاختصاص الحكم ثم لصالح المحليين هجوم معاكس وكرة برباش فوق العارضة الأخطية برباش دائماً في هذه الرقصية بعد هذه الرقنية لكن الدفاع يتدخل من على خط المرمى ولدية العلمى يضيع عديد الفرص وكرة بزاز لم تجد من يجسدها إلى هدف نلعب الوقت بدل الضائع الحكم إبراهيمي يشهر البطاقة الصفراء الثانية وبذلك البطاقة الحمراء في وجه الحارس بالعربي وذلك بسبب تضيعه للوقت وسط احتجاج عناصر ترجي مستغنم الأمور بقت على حالها بعد ذلك إلى غاية إعلان الحكم نهاية المباراة بالتفوق الزوار على نتيجة هدفين لهدفين واحد شركة ضائر الإسكامون ستولي دوزان بيت وليزاد كما يقول لك نعمل نصف في بارتي الدوجو على كل حال وتخلنا بعزيمة وتخلنا رغبية النتيجة وهذا ما حصل الحمد لله يعني فزنا بهذه النتيجة اللي إن شاء الله تراحة تخلينا نخدمه بأرياحية في المستقبل وتخلينا نزيده نديره ثيقة في نفوسنا في إنكينياتنا من ناحية التقنية نظن بللي كان عنا أكثر فرصة من المنافس يعني كان عنا فرصة أخرى ربما كانت هي تكون يعني تسمح عنا بس يسجلوا الهدف الثالث لكن نلعبنا ضد فريق فريق اللي ربما تيني هو حق نتيج إيجابية في الجوالات الثلاثة السابقة